في حد في البنات فضالي فضالية مولانا لو سمحت موضوع تأجير الأرحام وتجميد البويضات للنساء تأجير الأرحام دي قضية تانية خالص غير قضية نقل الأعضاء ولعلنا ان احنا نعمل في كده حلقة مستقل تأجير الأرحام عندنا مشكلة في اختلاط الأنساب اختلاط الأنساب عندنا ممنوع ومن أجل ذلك حرم الزنا واختلاط الأنساب سيؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الميراث واختلاط الأنساب سيؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الحل والحرم في الزواج ولذلك الميراث والزواج ومشكلات التقاضي حول هذه المسألة بتمنع من تأجير الأرحام تأجير الأرحام بيميل فيه المسألة إلى مسألة مادية ربنا سبحانه وتعالى رسم لنا خريطة الكون يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم هذا الترتيب يعني يريدون أن يخرجوا منه قصرا والخروج القصري قد يكون بما يسمى بأطفال الأنبيب وأطفال الأنبيب أهوا لأنها في مكان التقي فيه البويضة بالحيوان المنوي ويتم زرع وشتل هذا في نفس السيدة بعد كده لكن قضية تأجير الأرحام هي قضية منعها المجامع الفقهية الكبيرة ودور الإفتاء من أجل ما يترتب عليها مما لا يوائم هيكل الأحكام الشرعية المتبقية هل في حد من البنات عايز يسأل تفضلي